هاي كيف كنوا اليوم؟ ارجعنا لكم بفيديو جديد هو كيف نحضر الكوسة والباتنجان المحشى المكونات للحشوة كل كيلو كوسة بدو كبية رز وكل كيلو كوسة بدو 200 جرام من اللحمة وعصفر وملاح وكمون وفلفل وتعدمت كميتهم على حسب الرغبة مننقع على الرز لمدة نص ساعة ومنقطع أطرف الكوسة أولون وآخرون مثل ما شايفين كيف عم نقطعون وهن عم نقطع الباتنجان وهلأ صار وقات نحفر الكوسة بدكنت انتبهوا وانتو عم تحفروها لازم تعملوا هيك مثل ما عملنا بالفيديو والحشو بتحطوه عجناب لأنها تنعمل ربي الكوسة هحط لكن رابط الفيديو فوق وتحت بالدسكريبشن نخسلهم وننظفهم منيح حتى من جواتهم متل ما شايفين بالفيديو كمان منصف الرز من الماء منضيف العصفر والملاح والكمون والفلفل وأخيراً اللحمة المفرومة ونخلطهم منيح ونحشي الكوسة بالحشوة ما منكتر كتير ولا منخفف ونحط هيك كمية وسط ترجمة نانسي قنقر موسيقى المكونات لمرقية الكوسة كل لتران ماي بدو معلقتين من رب البندورة ملاح بحمد الليمون او ليمونة نعنع يابس وهاكيب منحط الكوسة والبتنجان ودبس الرمين اذا بدكن تحطوه للطعمة وطون مطحون معلقة صغيرة وعدمين اذا بدكن تحطوه كمان و لتران ماي مع كل كيلو كوسة والبتنجان منضيف الماي وها اذا بدكن بتحطو عدمتان للنقهة بتحبطو رب البندورة بنضيف الملاح وكمان حمد الليمون او ليمونة وهون دبس الرمان اذا بدحبو يعني عشان يعطي طعمه وهون بنخلطو منيح لحطا تصير بهيدا الشكل ووقتا تبلش تغلي بنضيف عليها الكوسة والبتنجان منضيف عليها التوم المدقوق ونعنع اليابس ومنخلطو منيح منخليونا على نار خفيفة لحد ساعة ليستو منيح وهيك بيكونوا جاهزين بنفرق الكوسة والبتنجان عن المرأة وهيك بيكون خلص الفيديو تاعون اليوم ما تنسوا تعملونا لايك وسبسكرايب واذا عندكم اي سؤال تحطونا تحت بالتعليقات شكراً للمشاهدة حتى لنشاهدة اشتركوا في القناة رابط اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة